ليا عالم المبيعات واسع جداً ولما نحكي عن عالم المبيعات دائماً بيخطر لبالنا هو بيع السلع لكن عالم المبيع والتسوء هو عالم واسع جداً بالآوان الأخيرة عم نشوف كتير من الشباب عنده مهارات وقدرات لكن يجب تنميته بطريقة صحيحة من خلال بعض الدورات ومن خلال توجيههم بشكل صحيح لنحكي عن عالم التسويق والمبيعات معنا الأستاذ رضوان نصار مدرب التسويق والمبيعات في اتحاد المدربين العرب يسعد صباحاً صباحاً صباح الخير صباح الخير صباح نور هلا سهلا فيك أستاذ يعني بالبداية خلينا نحكي بنقطة أنه هلأ كتير عم نشوف عالم تسويق على السوشيل ميديا الناس بدأت تشتغل مهنة تانية لا الناس دأت تشتغل مهنة تانية لكن خلينا نحكي إذا حابين هنا يتدربوا ويسوقوا على السوشيل ميديا كيف ببلشوا المبيعات كيف ببلشوا الماركتينج بشكل عام طبع على أول شي خليني أفرق اليوم بين التسويق وبين المبيعات صحيح التسويق هو شيء أشمل من المبيعات التسويق هو هدفه الكستمر نيتس يعني يكون أختار منسميه كنسيمر ارهينتاشنس فهو يتبع كمه حاجة عند الزمون يخلق له منتج يناسبه بينما المبيعات هو بيكون أكثر بيتوجه لبيع المنتج الموجود عند الشركة اللي بيبيعه لازم يكون فيه جزء مهم بالتسويق لقدر اعبيع هذا المنتج يعني هنا أساساً ما فيك تفصيل عن بعض هنا مرتبطين ارتباط كتير قوي بس هي الفقرة بالمهارات اللي لازم نحن نميها بيرجو المبيعات بتما حقينا اليوم مهارات المبيعات هي ليس حصراً على لانه أنا زي قد اشتغل بالمبيعات لأحصل على منفعة مادية اليوم نحن مهارات المبيعات حتى منطبق بحياتنا الشخصية بشكل كتير كبير طيب خلينا نحكي عن الخطوات الصحيحة لفينا نقول من خلال عالم المبيعات في كتير من الشباب يمكن مثل ما قلنا بالبداية تلاقي فعلاً عم يسويق لمادة معينة أو لمنتج معين بطريقة زكية في بعضين تلاقي بعض المنتجات مثلاً أو الشركات مع أنه عندها يعني مواد نخب أول بس فتلاقي إيمانا مطلوبة هون الزكاء يمكن بعالم المبيعات وعالم التسوق اليوم تماماً اليوم الفكرة الأساسية أنه أنا اليوم أعرف اقتشف الحاجات الموجودة بالمجتمع أو بالسوق المستهدف والشريحة اللي أنا بدي استهدفها لقدم المنتج بشكل اللي بناسبة طبعاً نحكي بشكل اللي بناسبة حتى السعر اللي بناسبة بالطريقة اللي بتناسبة حتى المنفذ اللي بيقدر أنا أكون متفاعل مع عن اللزبون. اليوم السوشيل ميدا متى ما حقيتين اليوم صار كتير في مواقع حتى مواقع عالمية. صلنا معنا محصورين نحن بموقع مثلاً هو جغرافي لنفرض سوق معين كبازار معين. اليوم فينا نطلع حتى أونان فينا نشتري بالعالم كل ياتو عن طريق السوشيل ميدا. عاب يكون تقديم العرض هون اللعبة الأساسية اللي بيكون عامل اللعبة عليها. بس هو فيه كتير محدودية التأثير على اللزبون لأنه اليوم هو اللي يؤثر فيه هو أكتر الصورة وطريقة الإعلان. بينما لما يكون فيه شخص كالمبيعات عاب يروح على الشركات ويقدم المنتج طبعه. هنا عاب يمارس اليوم عدة مهارات بيقدر يعمل فيها اقناع وتأثير على الطرف الثاني ليقدر يقنقه بأنه يشتري. نحن عابد نقول يشتري يعني اليوم أغلى الشي بيملك الشخص هو المصاري تبعه. فاليوم كتير من الصعوبة أنه اليوم أحصل على مصري يأتي قرمال عطيكي منتج معين. يكون في عندي مهارات كتير قوية وخبرة عالية بالتعامل مع مختلف أنماط الأشخاص لقدر أقنعهم بالمنتج تبعي أو بالخدمة هالي هن بتلزوم. مهم شي يكون فيه مصداقية يعني خلينا نرجع لهي العالم السوشيل ميديا والماركتينج والتسويق عبر السوشيل ميديا. إنه شغل تاني تسويق لمادة تانية ولكن عما نشوف عدم مصداقية يعني بعلو لك هاي هيك شكلة. تشوفوا على الحقيقة تطلع كارثة الشكل. قديش المصداقية مهم للماركتينج و قديش ممكن إذا غلطة وحدة بتضرب شغل عمر كامل. تمام اليوم أكيد اليوم المصداقية بعمل المبيعات كتير مهم وحتى بالتسويق. لذلك اليوم منشوف كتير أشخاص بيهربوا من الإعلانات مثلا. إنه بيعتبروها بجوز أنه هي فاكت مال مزبوطة. مثل ما حقيت. عبشوف شيء بعدين بيوصلني شيء. وبروح على شيء إنه منسأل للأشخاص إنه على التجريب. فاليوم التجريب دائما هي بتغني عن موضوع إنه اليوم أصل على منتج غير مطابق مثلا. فلذلك حتلاقي الأشخاص بنسميه word of mouth يعني اليوم تسويق بالكلمة. قديش اليوم تسمعي من مثلا من الأصدقائك إنه أنا تجرت مطعم معين. فأنتي صار عندك مصداقية أكتر تتعامل مع. تنقلي الفكرة أحسن من الدعاية. بينما اليوم لما بديتتعامل مع موقع أو حتى شركة موجودة بالواقع. سيكون أنا اليوم عندي تحليلي الشخصي. ترى قديش هني جديرين بالثقة جديرين بالإحترام في عندهم هالمصداقية. هون بقى تحليلي الشخصي للشركة أو الموقع اللي تعمل معهم. سابقا كنا نشوف المبيع عن طريق أشخاص. يعني بتلاقي ممكن باب بيتك يندق بأي لحظة يفوت حدا. يسوق المنتج يكون عنده مهارات خاصة. يعني في بعض الأشخاص بيقول لك ما بعض كيف أخذ مني المصاري راح واشتريت هيدا الغرض. اليوم الموضوع مختلف بغزو التكنولوجيا. عم يكون التسويق عبر السوشيال ميديا. خلينا نحكي عن هاي المهارات كيف بتختلف. يعني بيقول لك مثلا العين هي مغرفة الكلام. اليوم لا. الصورة بتجذبك. الطريقة للتسويق. كيف فعلا أنا فيني أجذب من خلال. أحيانا مادة منك ما تكون بتحتاجها من خلال تسويق. وكذا بيجذبك هيدا الشخص بتشتريه. تمام. نحن نقوم على طريقة التقديم المادة عن طريق السوشيال ميديا. عندما نشتغل شخص بدأ الباب ويجي بشرح. حيث أن يوم يكون في عدة تأثيرات. يعني عم نشتغل على أكثر من دايمينشن. الصوت الحركة البديلانجوش. السامبل حتى يقتنع فيها. عندما نشتغل السوشيال ميديا الموضوع هو بصراحة نشتغل بعالم افتراضي. لذلك هو عم بتوقق يصل على خدمة معينة. أقول لأ هوني بتلعب دور قديش يوم فيني أنا عمل اهتمام بالزبون هاللي عم بيتصل. أو مثلا أبي حط قومنت على بوست أنا حطيته. فبلش حط قومنت فأنا هون بصير رأسا رد فعلا مباشر له نتصل فيه نتواصل معه. خلينا نسمي اليوم السوشيال ميديا هي بوابة لبداية عملية بيع. تمام يعني اليوم لحتى بس الإجزبق تسألي عن المنتج تبعي. بعد منا لابد من مرحلة هاللي هو شخص مبعاد يكون فيه تقابل يعني بيرسن تو بيرسن انه اليوم يحكي معه يعرف احتياجاته يقدر يقنعه بهذا المنتج. لاغينا عن شخص يحكي مع أشخاص يعني. اليوم بس منتما انه هي بوابة اللي حتى نقدر نجزب أكبر عدد منقن من الشريحة المستهدفة ليسألوا أو يصير في عندهم احتياج لهذه المادة. تمام. خلينا نحكي أستاذا يعني بداية العمل. شو لازم الشخص يكون عنده من المهارات عنده من السلوك لحتى هو يكون قادر انه ينجح ويكمل. وخلينا نحكي بنقطة يمكن كتير من نشوف صد لقصاص المبيعات. انه لا خلاص بسكر الباب ببوشه. او انه ما بعبره او 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 او. كيف يستملك عصابه وما يعبر بطريقة غير لائقة. رد فعل. خلينا بداية نقول لك. اليوم نحنا قلياتنا ممارس المبيعات. يعني مثلا اليوم حضرتكم عم بتعملوا تقديم لفقرة معينة. فأنتو عم بتبيعونا الفقرة. فبتحضروا لها بطريقة جزابة. تجذبونا بالكلمات بطريقة معينة. بضحق معينة لحتى انه قدر استقبل هاي الفقرة. اليوم بابسط من هيك. نحن الطفل اللي صغير. فتلاقي هو صغير عم بمارس مهارات المبيعات على اهله. بانه يقنعهم يشتروا له. مثلا لعبة معينة مقابل يعمل لهم شي قصة. مثلا بحكي لكم القصيدة. ما بيلتوا يشتروا لي مثلا هدية. فتخيلي قديش اليوم مهارات المبيعات فاتة بحياتنا الشخصية. طبعا اقتر إلني انا خليني ضوّي عليها. تبرس في مهارات مبيعاتية لما بنعمل job interview. هاي اكتر مهارات في تفاؤل. هاي اه 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 عرض للخدمة تبعي هالي هو خبرتي للشركات. اكتر شي اذا بنحكي اه اه كيف انا بتميز. اليوم بتميز تبعي عن طريق كتير الممارسة. وسمى الممارسة. ثم حضور الدورات التدريبية. كتير فعال. لانه هو بمني ببينمي المهارة هالي موجودة عند الاشخاص. وبيعمل له ثقل. وبزيدها من الخبرات العالمية هالي هي بتكون فيها مدارسة كتيرة. حاول انه كيف اليوم بنقدر نقدم ونكون فعالين بمجال المبيعات. طيب بما انه ذكرت استاذ الدورات التدريبية. خلينا نحكي عن الدورات التدريبية اللي بتقوموا فيها. شو بتضم؟ يعني في كتير من الناس مثل ما قلنا يمكن حابين يكون عندهم مشروع خاص. بس عندهم مهارات بس يمكن ما عم يقدروا يوجهوه بطريقة صحيحة. هاي الدورات شو بتضم؟ لانه فعلا اهل هيدا الشخص ليكون ويدخل عالم المبيعات والتسويق. لانه هيدا العالم اذا ما بعت انت ما بيكون عندك مردود مادي. صحيح. فهيدا نقطة كتير مهمة اليوم. تمام. بدي ما حقيتي حبلش من اخر نقطة. اليوم اذا ما بعناه. فاليوم الشركة تابعتنا ما رح تضل حتى يعني. صحيح. فالتدريب دائما بيكون انه اليوم بحط الخطوات الاساسية للمبيعات. مبيعات احترافية كيف يمشي فيها مراحل. الاكتر هو اللعبة التدريبية اللي بنعملها بالتدريب. يعني اليوم بنعمل موائمة او قصص تشابه اليوم الواقع بعملية تلبيع. تمام؟ بحيث انه نخلق فكرة معينة. زبون معينة اللي يقدر يتفاعل معه. ونضع له انماط مختلفة من الشخصيات. منطقة اليوم شخصيات مثلا العصبي كيف تتعامل معه. اليوم المتمرد كيف تتعامل معه. السلبي كيف تتعامل معه. هاي الأصاس هاة اللي من خللين عندهم دربوا علي كيف تتعامل مع انماط. هاي تشفيك فعل ما تتضبط ممشاعرك و هاي مهارة كتير اساسية عند الرجل المبيعات. انه اليوم بيقدر تتعامل مختلف انماط الشخصيات. اليوم في اشخاص ما بيحبو كتر الحكي تمام؟ ومعروف البياء يمكن بيحكي كثير فاليوم دي يكون عندي المهارة اكتشاف النمط الشخصي المقابلي لقدر عطيه فعلا على قد الحاجة تبعه اخر شيء هدفي الأخير هو انه بيع المنتج تبعي ليحلله مشكلة معينة او يلبي رغبة موجودة عنده تماما كيف فينا كمان من خلال التدريب انه ننزل نتدرب بسوق العمل خلينا نحكي عن الخطوات وين بتعلموهن او بين بتواجهوهن انه هنا يتجهوا خطوة اولى كيف يروحوا اول شي يعني دائما الدورة بتكون ميداني بتكون اثبت للمعلومات واجدر بالاشخاص بيبينوا اي احسان يعني تمام هلا اليوم نحن برجع لكي المبيعات هي شغلة اسطوب حياتنا السامنية وفن اسطوب حياتنا فاليوم كل نياتنا عم نعمل عمليات البيع فمثلا اليوم اي واحد فينا معقول يبيع موبايله او سيارته او بيته واليوم انسب شي انه اليوم يجري بيحاول يبيع شيء بيمتركه وبس اليوم قانع بيبيع طريقة اليوم حنخليه نتعلم كيف يبيع بطريقة احترافية اكتر تمام اليوم عم نعلموا كيف اليوم بيقدر الروح يكون اقصر اقناعا لايجيها مثلا اذا قانع بيعمل انترفيو او مثلا عم بيقنع احدا برساة المجستير تبعا عم نعلموا الاسلوب الي هون اقصر اقناع وتأثير على الاطراف الثاني اليوم انه ندخله بمجال ميداني هو يدخله بشكل شخصي حيبلش بشكل لا ارادي بعد ما يأخذ الدورات التدريبية ولا ارادي هو يمارس هالطرق والمهارات اللي اقتصبها بالدورات التدريبية طيب من خلال الدورات التدريبية قديش عم فعلا عم تشوفوا عند الشباب مهارات فعلا وقدرات والحكيك بتحس الشب بيقول لك هذا الشب ملسن هذا الشب عنده قدرات اسكى من الثاني هاي البنت بتلاقيها فعلا تقدر من خلال ممكن جلسة واحدة بيعك كل شي موجود معه صحيح قداش عن جد بتلاقوه يمكن انه الاعمار صغيرة يمكن من العشرين لثلاثين هي اكتر فئة عم يكون فيها مواحب وتنميات هلا حيثا في كتير عالم بيبلشوا معنا بيقولوا انه اليوم احنا معنا عنا اي اهتمام بالمبيعات بس حابي نتعرف بعد فترة بيبلش ويصير في عندهم اهتمام كتير كبير لانه اليوم المبيعات هو اليوم بيوصلق لمراحل كتير عالية بالمجتمع حتى على المستوى الشخصي العائد المادي بالمبيعات دائما هو عائد العالي وغالبا بيبيعونش في اهله اول دوره بيطبقها بالعائد اول شغل من بيق اهلنا شو؟ لما نحن بنشتغل على قصة خلصنا باكالوريا مثل الوضع الحالي من بيق اهلنا فقرة التقصص الجامع اللي انا حابه فتلاقي عم يشتغل على حاله انه يسوي الفقرة وانه عديش الفرع مهم وعديش فيق له مستقبل لحتى يقدر بيق اهله فكتير في عالم بيطوروا ويطوروا هالمهارات هيبسوا لحتى يقنعوا الاطراف الثاني نعم نحن اكيد بنهاية لقاءنا بنا نشكرك كتير الاستاذ ردوان نصار مدرب التسويق والمبيعات في اتحاد المدربين العرب اهلا سهلا فيك اهلا سهلا شكرا لك نشكرك على وجودك معنا نتمنى اكيد التوفيق لكل الشباب اليوم يحابين يدخلوا عالم المبيعات والتسويق شكرا كتير اليك شكرا لك شكرا لك شكرا لك